بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد هنكمل النهاردة باذن الله في كورس الهتش تيميل او برمجة صفحات المواقع او صفحات الواب عن طريق لغة الهتش تيميل النهاردة هنتكلم على تاج البي او تاج البراجراف تاج البي او تاج البراجراف لو مسحنا مثلا اللي كنا كابين والمحاضرات اللي فاتت بيبدأ او زي اي تاج بيبدأ بعلامة اكبر من وبعد كده حرف البي اختصار لبراجراف بعد كده العلامة الاصغر من اللي هي شفت ازاي على الكيبورد وده بيكون الابن تاج والكلوزنج تاج نفس هو هو زي ما اتفقنا الابن تاج بس بتضاف لي العلامة الاسلاش اللي هي حرف الزه على الكيبورد وفي نص او بين الابن تاج والكلوزنج تاج بنبدأ نكتب البراجراف او الفقرة اللي احنا عايزين نكتبها يعني انا مسلا لو جيت كتبت this is my website على سبيل المثال ودوس ctrl s علشان اعمل save خلينا نروح على الفايرفوكس ونعمل refresh بنلاقي زارت معانا this is my website البراجراف اللي احنا ضفناه تماما في بس مجموعة معلومات عايزين نقولها على البراجراف البراجراف واحد من العناصر اللي هي البراجراف يعني انا لو دلوقتي جيت كتبت او جيت نسخت البراجراف لاثنين باراجراف او عملت نسخة تانية منه ودوس ctrl s علشان اعمل save نروح على الفايرفوكس بنعمل refresh بنلاقيه بدأ في سطر جديد تلقائي بيضيف بي ار قبليها وبيضيف بي ار بعديها لو انلاحظ هنا في اتنين بي ار اللي هي البي ار اللي بعد الويب سايت الاولانية وبي ار اللي بعد او اللي قبل الويب سايت او this is my ويب سايت التاني علشان بس نشوف الفرق بينهم هنكتب هنا نفس الجملة اللي هي this is my web site تمام وخلينا ننسخ الجملة دي ctrl c وبعد كده ctrl v علشان ننسخها هنا و ctrl s علشان نعمل save لو روحنا هنا نعمل refresh هنلاقيها طبعا موجودة الاثنين جنب بعض لانه هما inline زي ما اتفقنا في محاضرة البلاق والinline تمام طيب لو انا جيت دلوقتي روح تديس او روح تكاتب بي ار ضفت بي ار واحد بس ودوست save ايه اللي هيحصل هينزل او هيخلي فيه فرق سطر واحد بس هنا البي ار تمام طيب لو جيت هنا عملت بي ار تاني قبل البراجراف التاني او اللي هي this is my website ونيجي هنا نعمل refresh او احنا ما دوسناش save ندوس ctrl s علشان نعمل save ونروح نعمل refresh هلاقيها ظهرت معايا بنفس الشكل بالزبط اللي حصل هنا يبقى البراجراف تلقائي هو من عناصر اسمه الباكس مديول بيكون فيه بي ار قبليه او بريك قبليه و بريك بعديه فعلشان كده ظهر دلوقتي بالشكل ده اللي هو الطبيعي انه يكون فيه هنا بي ار وفيه هنا بي ار يعني نفس اللي احنا كاتبينه هنا كده بالزبط هو اللي هو العنصر بتاع البي البي بيديف زي ما اتفقنا بريك قبليها و بريك بعديها طيب المعلومة التانية اللي حابين نقولها برضو على البراجراف البراجراف ما بيعترفش غير بمسافة واحدة بس يعني انا لو جيت هنا اضفت مسافات كتير جدا وروح تضايز كنترول اس سيف هروح اعمل ريفراش مش هلاقي اي شيء تغير هي مسافة واحدة بس ولو جيت دست دست رايت كلاك في اي مكان فيه الصفحة ودستنا فيو بيج سورس هنلاقي المسافات اللي احنا ضفناها موجودة هنا مفيش اي مشكلة فيها بس مش ظاهرة في الصفحة الرئيسية بتاعتي طيب برضو لو جيت هنا مثلا ودست مثلا انتر علشان اعمل مسافات كتير برضو هدوس كنترول اس علشان اعمل سيف هنيجي هنا نعمل ريفراش برضو نفس الفكرة مفيش اي شيء تغير بس لو جينا هنا على البيج سورس وعملنا ريفراش هنلاقي كل المسافات اللي احنا ضفنوها موجودة مفيش اي مشكلة بمعنى كده ان البراجراف ما بيعترفش غير بمسافة واحدة بس طيب لو انا دلوقتي خلينا مثلا نرجع البراجراف بتاعنا لو انا دلوقتي عايز اضيف مسافة بين ماي او زيس ايز بعد كده اعمل مسافتين ليها اختصار او ليها سيمبل لو دوسنا بس كل اند او اللي هي الرمز بتاع اند اللي هي شفت سبع على الكيبورد بنلاقي طبعا مجموعة الرموز اللي موجودة على او اللي موجودة في لغة الاتش تيمال تمام طيب الاختصار بتاعنا اللي هو اسمه ان اس او ان اس بي اس بي هو بيظهر لنا هو مافيش اي مشكلة وبعده علامة السيمي كولن اللي هي حرف الكاف على الكيبورد كده هو هيعمل مسافة بين الكلمة دي او بين كلمة از و كلمة ماي طيب تعالا كده نعمل رفراش ونشوف هتظهر بشكل عامل ازاي هنا في مسافة تانية اضافة طبعا لشان تكون واضحة اكتر خلينا مثلا ننسخ الجزء ده اللي هي المسافة ونضفها اكتر من مرة علشان تبقى ظهرة معنا وندوس كنترول اس علشان نعمل سيف لو جيني هنا نعمل رفراش هنلاقي طبعا ساب المسافات دي مفيش فيها اي مشكلة يبقى كده عنصر البراجراف زي ما اتفقنا يا جماعة من عناصر البوكس نوديول بيسيب بريك قبليه وبريك بعديه وهو من عناصر البلاك مش اين لاين وكمان بشكل عام هو الاسبيس او الاتش تيميل ما بيعترفش غير بمسافة واحدة بس في اي شيء مش في البراجراف بس يعني لو جيت هنا مثلا رحت كتبت اتش وان اللي احنا شفناه المحاضرة اللي فاتت وكتبت مثلا برضو نفس الجملة وروح تجاي مسلا هنا عند كلمة ماي وروح تدعيس اكتر من مسافة ندوس كنترول اس علشان نعمل سيف لو رحنا نعمل رفراش هي برضو مسافة واحدة بس اللي موجودة ولو جينا ندوس فيو بيجي سورس هنلاقي المسافات اللي احنا كنا ضيفينها في الكود موجودة مفيش اي مشكلة يبقى بشكل عام الاتش تيميل ما بيقبلش غير بمسافة واحدة بس بين كل كلمة والكلمة التانية لو عايز اضيف لها اي اي مسافة زيادة بنكتب الكود ده او بنكتب الرمز ده ده من ضمن الرموز اللي هنشوفها باذن الله في اخر الكورس ده دوره انه هو بيضيف مسافة بعد او مسافة زيادة غير اللي موجودة باي ديفولت او بشكل افتراضي مع البراجراف او اي تاج من التاجز اللي موجودة طيب زي ما اتفقنا احنا مش هينفع طبعا نفل اي محاضرة من غير ما نرجع نشوف ال W3Schools بيقول لنا ايه على التاج اللي درسناه فهنيجي هنا عندي تاج ال P كنا شفنا طبعا تاج ال H المرة اللي فاتت بيديلك هنا example لو انت عايز مثلا تاهد مثلا السطر ده وتبدأ تنسخه عندك في المحرر النصوص اللي بتستخدمه او زي ما اتفقنا برضو بنكتب او بندوس try it yourself علشان نجربها ال definition وال usage بيقولك هو بيستخدم في ايه وانا كتب ان ال browsers automatically add some space before and after each paragraph اللي احنا اتكلمنا عليه تمام والمرجن ده هنتكلم عليه طبعا لما نجي نتكلم على CSS وهنتكلم الجملة دي معناها ايه بالزبط وايه فايدتها وقدر استفيد بيها ازاي من وانا بكتب الاكواد الخاصة بيه ال CSS كتب برضو browser support زي ما اتفقنا وهنا ال attributes اللي بتدعم او اللي قدر استخدمها مع التاج اللي هو ال P وفي النهاية هنلاقي طبعا default CSS setting الاعدادات الافتراضية بالنسبة لي التاج اللي هو اسمه الparagraph ياريت برضو ندخل على ال W3 schools ونبدأ نبص على صفحة الparagraph او ال P قبل ما ننتقل لي المحاضرة اللي جاي شكرا ليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة